أهلا بحضراتكو من جديد فاتنا في البداية أن ننعي اليوم فقيد أو رحيل الكابتن أو مستر ديترش فيسا الألماني ديترش فيسا الألماني المدير الفني للنادي الأهلي تسعة وتمانين تسعين خد دور وكاس وسافر في موقف يحسب ليه باش مانا بص كان اسمه البرينس البرينس ليه؟ لرقيه الشديق قعد سنتين أو سنة ونص بس سب أصمة عميقة جدا سواء على مستوى تطوير الكرة في النادي الأهلي ثم مصر هو أول من أدخل ثلاثة خمسة اثنين أيها وأتذكر أن النقاط رياض الكبار بعضهم كتب وقتها من المطشات الودية أن ديترش فيسا يغامر بالأهلي بطريقة مع أول فريق محترم سيلقى هزيمة ثقيلة فيبدأ بداية مرعبة بيفوز على المنافسين خارج ملعبه فرق التيلة بقى الشعبية أربعة وخمسات لم نفذ على المنصورة بهذا العدد أبدا في تاريخنا إلا مع ديترش فيسا وبعدين توالت بقى أنه لفت النظر مش بس بديد طريقة اللي قلبت الكورة يعني هما إذا كان هيدوكوتي يعني في الجيل الجديد قبل كده كان بروتش وفريدز دخل لسنتر فريدن متأخر اللي أبدع فيها صالح سليم ورشحته مع مستر فريدز أن يروح النمسي أيه لما جيه هيدوكوتي عمل بقى ورنا يعني إيه زون ديفينس آه والكورة الشاملة آه وإزا تطلع بالهجمة لما جيه كالوتشاي علمنا يعني إيه التاكلينج بس بس بسمة فيسا لا هيدوكوتي كانت عميقة جدا لأنها أسرت على الكورة المصرية أيها ولأنها أسمرت عن جيل جديد كلا هنأتا ديتريش فيسا فعلم مصر كلها تاكت الجديد ألا بنتا خمسة اتنين والزاهير الطائر والزاهير الطائر آه كان حظه حلو قوي إبراهيم حسن ورابع ياسيد نا وجاله بقى الصاعد الرائع آآ رحاني رامزي لا جاله جيل يقدر ننفس هذا الكلام بسرعات طبعا ياسر ريال بالمهم كان معاه جيل رائع جدا آآ لكن هو ابتدأ يدينا دروس في الرقي لما كابتن الجهري جاه كابتن الوحش بقى استلم في التسعين وكابتن الجهري أوقف الدوري أولا هو كان شريك في أحد الشركات الملابس الكبرى ماركة عالمية ما فيش مرة سافر إلا ما جاب شنط هدايا للعيبة من هذه الشركة أي أول مرة تشوف مدير فني يرجع بهدايا آآ جنت المعان لما جاه آآ ولقى الدوري وقف راح قال أنا ما قدرش أقبط فلوس بدون عمل بدون عمل وما قدرش أشتغل بدون هدف آآ فأولا رفض يقبط كان لسه راجع من الأجازة قال لهم أنا أنا لا أستحق آآ 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 الشهر بتاع الأجازة ده لأن أنا ما اشتغلتش من بعدين واعتذل كابتن عبدالصالح وقابل اعتذاره وراقي جدا ولما جاه بعد كده مع متخب مصر دي قصة أخرى أقولك إزاي تشال عشان يجي الكابتن الجهد بتلكيكة كده لكن آآ كان بعد دورة للعابة الأفريقية هنا جابوا للمنتخب الأولومبي أثناءها الدورة بدأت ده أنا قاعدة تفرج على رفع الأسخار كابتن محمود ساعد دخل المستشفى كان مدير الفن أيو قالوا لهم سك المنتخب عايز نحكيها بسرعة آآ قالوا لهم سك المنتخب الأولومبي قالوا لهم أنا معرفهمش معرفهمش وما ليش أن أنا أمسك المنتخب الأولومبي صحيح هو ما كانش من مدرسة أن يجيه مدرب حراس مارم آآ فلما راح راح له كابتن حسن مختار قال أنا مش محتاج مدرب حراس مارم آآ ويحط وروح قوله الوزير بيقولك قال له ايه المهم ما حصل خلاف الدكتور عمارة كان حريص أن يشيله أنا كنت بتفرج في دورة الأععاب على رفع الأسخار أنا في أي دورة جمعية هي رفع الأسخار أحب أتفرج عليها آآ فجأت الدكتور عمارة داخل المدرجة قلب وبعدين قال يا جماعة فيسا مشي والكابتل الجهري جه وحال الاتحاد حتى وأعلن القرار آآ في أثناء الدورة من هذا المدرج آآ فطبعا والرجل ميشي بدون أي مشاكل بسلاسة شديدة جدا رغم تحقيقه أول مرة نكسب بره أرضنا نروح نكسب تونس في ملعبة ونكسب كان عامل حالة كروية رائعة جدا رحمة الله عليه راجل برينس بمعنى الكلمة وأحد الذين أثروا على مستوى الكرة في الأهلي ومصر رحم الله ديترش فيسا اللي فضلت علاقته بالنادي الأهلي فيها من الود والاحترام والمشاعر الطيبة المتبادلة والمتصلة سنين طويلة جدا والأهلي لما كان بيحتاج مدرد من ألمانيا كان ديترش فيسا اللي بيرشحه آخر معلومة آآ لما رجع بلد ومسك إيه بقى آآ المشروع القومي الألماني لعمل جيل من ناشئين للانتحاد الألماني وجيه لعب ماتشن هنا آآ بـ 18 و 20 سنة خسر ماتشن هنا آآ وقال بس استنوا كمان 16 لما تيجوا هتشوفوا فيه هم هم بس هتشوفوا في حالة تانية رحنا خسرنا أربعات وخمسات وكان أفرز كلوزة وأفرز العباقرة بتوع المنتخب الألماني وهو كان عنده تجربة مع المنتخب الألماني للشباب قدم للفوز بكاس العالم 1-80 1-80 حتى هو عبقاري في الحتة دي بالزبط آآ رحمة الله على ديترش بايسا لكن شفتوا قيمة الاتصال أو الارتباط بالنادي الآلي يفضل متصل كل هذه السنوات